موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مع فاطمة وصفت اليوم تحليت البودينج بدوق الفانيلا والشوكولة هذا البودينج او التحليات حضرتها بدون كريمة طي ولا كريمة شانتيه سنمون مباشرة الى المكونات وطريقة التحضير بسم الله بالنسبة المكونات سنحتاج الى 500 مليلتر تحليب مايو عادل نصف لت او 2 كوب سنحتاج الى سكر فانيلا ملاعقة كبيرة او 2 كيس او 20 غرام بالنسبة للسكر فانيلا سنحتاج الى السكر استعملت زوجة ملاعقة كبار مايو عادل بالتقريب 30 غرام سنوضيف ايضا المايزينة او الناشا ربع ملاعقة كبار مملوئين جيدا مايو عادل بالتقريب 50 غرام سنخلطوا هذه المكونات جيدا من بعد سنوضعوهم فوق النار متوسطة ونقعدوا نخلطوا باستمرار حتى يتكاتف الخالد هنا وضعت الكاسرونة فوق النار ولازم تخلطوا باستمرار يعني ما تغفلوش عليها باش ما تنحلق الكومش فيقاء الكاسرونة ونقعدوا نخلطوا حتى نشوفوا الخالد تكاتف بعد ما يتكاتف على هذا الشكل نقعدوا نخلطوا مدة تطقيقة باش المايزيناء الطيب مليح ونقعدوا لكمش حرشة للسان هنا بعد ما تكاتف ومرور تقيقة في الاخير طفيت على النار وقضت الشوكولة البيضاء 150 غرام ولازم تستعملوا شوكولة بيضاء من النوعية الجيدة باش تتحصلوا على بودين كي يكون بلين هنا على درجة حالة الغرفة نقعدوا نخلطوا مليح حتى هذيك الشوكولة الدوب وايضا الخالد يبرد من بعد تخلوه على جهة يبرد على درجة حالة الغرفة وماذا بيكون مرة على مرة خلطوا الخالد باش ما تكونش هناك طابقة صلبة في المساحة العلوية هنا فقط ملاحظة اثناء الطيب لو شفتوا كين هناك حبيبات ولا تكولكم شوية يعني لو اخفلتوا عليها ما كنتوش تخلطوا باستمرار وتكوّر لكم تقدروا فقط بواسط الميكسر تميكسوا الخالد باش يولي عندها قوام أملس بالنسبة للتقديم وضعت الكريمة في جيب حلواني من بعد وضعت كمية في الكاس وضعت الكريمة وضعت الكريمة وضعت الكريمة وضعت الكريمة حتى تعمر الكريمة إلى الفوق كما رحضوا الكريمة باردة فقط على درجة حرارة الغرفة وضع الكأس في التلاجة وضع الكريمة تتماسك أكثر وضعت مكسيرات للتزيين وضع كريمة شونتيية تستهلك باردة وضع البودينج في المبرد قبل الاستهلاك بالنسبة لملاحظة اليوم إذا بغيت الحصول على بودينج بذوق الشوكولة فيما كان الشوكولة البيضاء تقدروا توضع الشوكولة بالحليب البنية أو الشوكولة السوداء وصلنا إلى نهاية الفيديو انتعالي يوم شاء الله يكون عجبكم قلكم مع السلامة وإلى الوصف الجاية إن شاء الله